بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان مجموعة النقط في الأعداد المركبة رقم 2 أنصح به شعبة العلم التجربية والتقنية الرياضي والرياضي لأنه تمرين رائع قائل المستوي المركب منسوب إلى معلم متعامل متجانس OUV قال AB وسي ثلاث نقط حيث ZA يساوينا واحد زايد A ZB يساوينا مرافق ZA وZC يساوينا ناقص واحد زايد A قال واحد A مجموعة النقط A من المستوي حيث ARG Z ناقص ZA تساوينا ARG مرافق ZA ناقص Z قال ألف تحقق أن B تنتمي إلى المجموعة A باقي العين طبيعة المجموعة A ثم أنشئها ثانيا كذلك قال U فتحة مجموعة النقط A من المستوي حيث ARG Z ناقص ZA تساوينا ARG مرافق Z ناقص ZA قال تحقق أن C تنتمي إلى U فتحة ثم باقي العين طبيعة المجموعة U فتحة ثم أنشئها إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن ننطلق أبنائي في الجزء الأول حيث قال U مجموعة النقط A من المستوي حيث ARG Z ناقص ZA تساوينا ARG مرافق ZA ناقص Z قال ألف تحقق أن B تنتمي إلى المجموعة U إذن نكتب هنا ألف التحقق أن B تنتمي إلى المجموعة U إذن هنا أبنائي ما علينا إلا إتيان بعبارة هذه المجموعة U ونعوذ بلاحقة النقطة B فنجد فيك المساوات محققة ركزوا معناها تصبح لنا هكذا ARG ZB ناقص ZA هذه علامة استفاهم هل يعني تساوينا ARG مرافق هكذا عفوا مرافق هكذا ZA ناقص ZB يعني نقول على نقطة أنها تنتمي إلى المجموعة إذا وضعنا لاحقتها نجد أن ذلك الأمر محقق تعالوا نقوم بحساب هذا الجزء وهذا يجب علينا أن نجده متساويا وضعت هنا علامة استفاهم هل تساوي ننطلق نقول ARG Z قلنا B ناقص ZA وتساوي نأتي الآن إلى نقول ARG ركزوا جيدا ZB ما هي؟ هي مرافق ZA مرافق ZA اللي هو 1 ناقص E ناقص ZA ZA هذه ندخل عليها ناقص نصبح لنا ناقص 1 ناقص E فيذهب هذا مع هذا فتصبح لنا تساوينا ماذا؟ تساوينا ARG ركزوا جيدا ناقص 2E ونحن نعلم أن كل عدد تخيل صرف سالب فإن عمدته كم ناقص B على 2 فتساوينا هذه ناقص B على 2 أكيد زائد 2K هذه لا ننساها ركزوا جيدا إذن قلت كل عدد تخيل صرف سالب عمدته هي ناقص 90 نأتي الآن هذه إذا سميناها 1 نأتي الآن إلى ثانيا كذلك ARG ZA ناقص ZB ونضع هنا المرافق ماذا يساوي؟ يساوينا ARG هكذا الزاد A قرنا هو 1 زائد E ناقص ZB نحن نعلم أن قرنا أنه ZB ركزوا جيدا أن قرنا زاد إذن ZB هو مرافق ZL هو 1 ناقص E ندخل عليه ناقص تصبح لنا ناقص 1 زائد ماذا؟ زائد E ولكن لا ننسى أنه يجد لنا المرافق فماذا تصبح؟ تصبح لنا أن هذا وهذا يذهبان تصبح لنا ARG هكذا ماذا؟ 2E لكن برمز المرافق وهذا ماذا يعني؟ ما هو مرافق؟ نحن نعلم أبنائك أن كذلك أن مرافق 2E هو ناقص 2E لأن المرافق يؤثر على الجزء التخيل فقط فهذا ماذا يعني؟ يعني أن نتصبح لنا ARG ركزوا جيدا ناقص 2E وناقص 2E ما هي عمدة هذا الناقص 2E؟ أكيد مثل هذا الجزء إنها ناقص في على 2 زائد 2 كاربي مع الكار دائما عدد صحيح إذن إذا سمينا هذه 2 نقول من 1 و 2 نجد أن ماذا؟ أن B تنتمي إلى ماذا؟ إلى المجموعة أ ركزوا هنا أبنائي إذن عوضنا في هذه الجهة وجدنا أنها ناقص بي على 2 وعوضنا في هذه الجهة فوجدناها ناقص بي على 2 من 1 و 2 نستنتج أن B تنتمي إلى المجموعة أ فقط بعدما أنهينا مع السؤال الأول قال باعي طبيعة المجموعة أ إذن نكتب هنا تعيين إذن تعيين طبيعة المجموعة التي اسمها أ ركزوا هنا أرجوكم إذن نأتي الآن إلى هنا وننطلق بهذه العلاقة نجري عليها التغييرات فتصبح لنا هكذا أرج ز قلنا ناقص ز يساوي من قوانين المرافق أنه هذا ينزل إلى هنا واسبح لنا ناقص لماذا؟ لأنها عندنا خاصية التي علينا من الخواص أنه أرج ز بار هي ناقص أرج عفوا قلت ناقص أرج ز هذه من خواص إذن فهذا ينزل معناها تصبح لنا ناقص أرج ز ز ناقص ز ولكن لا تنسوا لاحظوا هنا ز ناقص ز أ وهنا ز أ ناقص ز يعني مختلفة عبارة ما رأيكم أن نستخرج الناقص عامل مشترك من عندي هذا حتى نجعلها مكتوبة مثل هذا لكن تحتاج إلى التركيز نصبح لنا ناقص ماذا؟ أرج نستخرج ناقص واحد في ناقص قلت ناقص واحد نستخرجه بالداخل كعامل مشترك يصبح لنا ز ناقص ز ز ز لم أفعل شيء أبنائي حتى يقول أحدكم ماذا فعلت يا أستاذ إنما أتيت إلى هنا واستخرج ناقص لما نستخرج ناقص فماذا يحدث تصبح لنا ناقص ز ناقص ز أعيد النشر ناقص واحد في هذا يصبح لنا ناقص ز وناقص واحد في ناقص ز أي يصبح لنا ز أ إذن ها هي أمامكم كأنما لم نفعل شيء لكن نحن نعلم أن هذا هي مكتوبة على شكل جداء إذن فتصبح لنا تساوي عفوا ناقص لا ننسى الناقص إذن نصبح لنا ناقص ثم هكذا نحن نعلن أبنائي إذا كان عندنا جداء عددين عدد جداء عددين ها هو العدد الأول اللي هو ناقص واحد والعدد الثاني هو ز ناقص ز فتساوي لنا أرق الأول زائد أرق الثاني سبح لنا أرق ناقص ناقص واحد زائد أرق زاد ناقص ز أ يا أبناء اركزوا قلت هذا نزل فأعطى لنا ناقص ثم هذه الكتابة وهذه معكوساتان فماذا فعلت استخرجت من هنا ناقص واحد عن مشترك فأصبحت ناقص واحد في ز ناقص ز الآن عندنا أرق جداء عددين يساوي لنا أرق الأول زائد أرق الثاني مثل خواص لغارتنا فأصبحت لنا هكذا وما زلنا من هذه الجهة أنها مكتوبة أرق زاد ناقص زاد أ الآن المعروف الآن أركزوا جيدا أنه أرق أرق كل عدد حقيقي سالب معناه أرق ناقص واحد هذه أكيد تساوي لنا ماذا لو نعرف جيدا تصبح لنا تساوي لنا ناقص بي أو بي كلاهما صحيح لماذا لأن في الدائرة المثلثية الناقص واحد ها هو أمامكم إذا قلنا ناقص واحد إذا انتقلنا من هنا إلى هنا صحيح وإذا انتقلنا من هنا إلى هنا صحيح حتى نفهم جيدا يعني من هنا إلى هنا ناقص بي ومن هنا إلى هنا بي كلاهما صحيح فنتخذ ناقص بي أو بي فلا يحدث شيء إذن أعيد الناقص واحد يا أبنائي عمدته هي ناقص بي أو بي كلاهما صحيح الآن فماذا يحدث إذا اتخذناها ناقص P أو نأخذها P فلا يحدث شيء فتصبح لنا ARG Z ناقص Z A يساوي لنا ماذا هذه تصبح لنا ناقص ثم هذا الARG عنده قلنا كم يصبح يصبح لنا ناقص P Z ARG ماذا Z ناقص Z A أو يقول أحدكم لماذا لا نأخذها P خذها P لا يهم المهم لا يتغير شيء حتى نفهم جيدا الآن ننشر هذه وننشر هذه فتصبح لنا ARG هكذا Z ناقص Z A يساوي لنا P ناقص ARG Z ناقص Z A لم أفعل شيء إنما أنا أطبق في خواص في خواص العمدة فتصبح لنا ماذا نمكن أن ننقل هذا إلى هنا لما ننقل تصبح لنا ARG Z ناقص Z A Z ARG Z ناقص Z A يساوي لنا ماذا P زائد 2 وحذروا أن تنسوا هذه أنه الكثير تخيلوا إذا لم يكن لنا هنا P الكثير يقول نترك صفر نعم صفر زائد ماذا لكن زائد ماذا زائد 2 هذه لا يختلف فيها أحد كل زاوية إذا أضفنا لها 2 تصبح لنا الآن تصبح لنا ARG زائد ناقص Z A وهنا ARG زائد 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 ناقص Z A نجمعهم يعني كأنما X زائد X يصبح لنا 2X ونصبح لنا 2 ARG Z ناقص Z A يساوي لنا ماذا P زائد 2 كا P مع الكا قلنا دائما عددنا صحيح الآن فإن هذا الاثنان بما أنه في فلأ الحق أن ينزل تصبح لنا ARG زائد ناقص Z A يساوي لنا P على 2 زائد 2 كا P على ماذا على 2 أولا عندنا ماذا يحدث أنه هذا وهذا سوف يذهب فماذا ينتج ينتج لنا هذا العدل تصبح لنا تصبح لنا تصبح لنا ARG ركزوا جيدا ARG Z ناقص Z A يساوي لنا P على 2 زائد كا P الآن حتى ولو قلنا الناقص واحد أخذنا صبح لنا ناقص P على 2 زائد كا P ولا يتغير شيء الآن ما هو هذا الكلام هذا الكلام معناه الزاوية الموجهة كتفسير هندسي ما بين شعاع الوحدة U والشعاع A M هكذا يساوي لنا ماذا P على 2 زائد كا P الآن ما هي هذه مجموعة النقاط لو ندقيق مع بعض لاحظوا قلت الزاوية الموجهة ما بين شعاع الوحدة U و M تساوي 90 درجة زائد ليس زائد دورة لكن أنصف الدورة لو نلاحظ جيدا ونأتي إلى هنا للإنشاء سوف تلاحظ ذلك بأم أعينكم وتعطي لنا ما هي طبيعة مجموعة النقاط إذن قلت لو نأتي الآن ونقوم برسم شعاع الوحدة ها هو أمامكم لهو الشعاع E ها هو لاحظوا وانتبئوا إذن قلنا هذا اسمه E وعندنا ماذا وعندنا النقطة A وقلنا أنه زاد A يساوي 1 زائد E معناه سوف تكون لنا النقطة في هذا الموضوع إنها النقطة A الآن قال A M وE بينهما كم بينهما 90 درجة ما معناه معناه لو نقوم الآن برسم مستقيم ها كذا انظروا بأم يعنيكم ها هو عفوا إذا قلنا هذا ماذا مستقيم ويمكن أن نأتي بشعال وحده هذا ونجري له انسحاب لاحظوا ما معنى انسحاب معنى هذا يمكن أن ينسحب إلى هنا لأنه انسحاب فماذا تصبح لنا الزاوية ما بين الشعال وها هي النقطة A وعندنا نقطة M إذا أتيت بنقطة M سوف أرسمها إليكم هنا M لاحظوا حتى تتعلموا إلى هذه مجموعة النقاط إذا جئنا إليها إذا وضعنا هذه النقطة M في هذا الموضع كم يصبح لنا الزاوية بين هذا الشعاع وهذا الشعاع دائما كم إنها 90 درجة الآن إذا أتينا بالنقطة M إلى هذا الموضع هنا لاحظوا فتصبح لنا هذا الشعاع M وماذا والشعاع U كذلك ناقص 90 درجة حسب هذا K إذا كان عدد زوجي فتكون هذا K عدد حقيقي موجب فعدد صحيح موجب فتكون في هذه الأماكن وإذا كان عدد صحيح سليب تكون في هذه الأماكن الآن تخيلوا الآن النقطة M لو تنطبق لاحظوا لو تنطبق النقطة M على النقطة A يصبح لنا ماذا يصبح لنا الشعاع معدون ولكن نحن لا يوجد لنا عمدة الشعاع أو لا يوجد لنا عمدة الصفرة يعني تنطبق على الصفرة الآن فهذا لا يمكن إذن ما هي مجموعة النقط إذن تصبح لنا مجموعة النقط أم هي ماذا هي المستقيم ذو المستقيم مستقيم الذي يشمل ماذا يشمل النقطة من النقطة باستثناء ماذا النقطة النقطة يعني يشمل يعني ها هي النقطة لكن نستثنيها حتى لا تنطبق إذن طبقت لنا فتصبح لنا هذا الأمر إذن طبقت فتصبح لنا أرج سفر وأرج سفر غير موجود فنقول المستقيم الذي يشمل النقطة باستثناء ويعامد ويعامد ماذا الشعاع ماذا الشعاع أي أي معادلته هذا المستقيم هي لاحظوا على ماذا يشمل انظروا إنه مستقيم عمودي معادلته هي X يساوي لنا 1 انظروا بأمعينكم ها هو تلك ما يجب علينا أن النقطة في هذا الأماكن علينا أن نجعل وهكذا مفتوح حتى نتفاد أن النقطة تنطبق على النقطة إذن ما هي مجموعة النقاط هي المستقيم العمودي أو الشاقول الذي يشمل A ها هو أمامكم معادلة هي X يساوينا واحد مع استثناء النقطة تفاديا إلى عمدة الصفر بعدما أنهينا مع هذا السؤال وأرجو قد فهمتم الفكرة يا أبنائنا نأتي الآن إلى الحالة الثانية أقول لأحدكم وأستاذ وإذا خذنا هنا ناقص بعليث كلاهما صحيح لأننا نتعامل مع كابي نأتي الآن إلى ثانيا أفتحة جمعة النقطة أمن المستوي حيث أرج ز ناقص ز أ يساوي أن أرج ز مرافق ز ناقص أهنا الأ دائما هي في الأخير أما في الحالة الأولى كانت هنا في هذه الحالة وهناك اختلاف كبير قال تحقق أن س تنتمي إلى المجموعة أفتها باقي العين طبيعة المجموعة أفتها ثم أنشئها إذن أولا نكتب هنا ألف التحقق أن س تنتمي إلى أفتها إلى المجموعة أفتها ما علينا أبنائي إلا أن نأتي بتلك هذه ونعوذ في كلا الحالتين وجد المساواة مثل ما فعلنا في الأول فتصبح لنا ماذا زاد س عفوا زاد س ناقص زاد يساوي يعني نعوذ هنا ونعوذ هنا نجد المساواة موجودة فتصبح لنا ماذا صبح لنا زاد س لهو ناقص واحد زائد اي ناقص زاد ا نحن عندنا قلنا أنه زاد ا يساوي انه واحد زائد اي معنا ندخل ناقص واحد ناقص اي فماذا ينتج ينتج أنه هذا وهذا سوف يذهب سبح هنا ارغ ركز جيدا ارغ ناقص اثنان ارغ ناقص اثنان بما أنه عدد حقيقي سالب فإن عمدته إما بي أو ناقص بي كلاهما صحيح يمكن أن نقول هي بي حتى تفهموا جيدا وإذا أخذنا ناقص بي قلت كلاهما صحيح الآن نأتي إلى هذه رقم واحد نأتي الآن إلى رقم اثنان وهي ارغ مرافق زاد سي ناقص زاد ا بي المرافق يصبح يساوي لنا ارغ الزاد سي قلنا ما هي هي واحد ناقص ناقص واحد ناقص ا ناقص زاد ا الزاد ا يا أبنائي قلنا هي واحد زائد ا معناه ناقص سبح لنا هكذا وننسى رمز المرافق تصبح لنا أنه هذا وهذا يذهبان تصبح لنا ارغ مرافق ناقص اثنان لكن نحن نعلم أبنائي أن مرافق العدد الحقيقي ليس عدد تخيل صرف أنه هو نفسه يعني تصبح لنا ارغ ناقص اثنان وعيد مرافق العدد الحقيقي هو نفسه العدد الحقيقي حتى تفهموا جيدا أما عدد تخيل فالتغير الإشارة وهذا ماذا يساوي لنا يساوي لنا بي هذه ثانيا نقول من واحد واثنان نجد أن ماذا أن س تنتمي إلى المجموعة ا فتح فقط أبنائي أرجو قد فهمته بعدما أنهينا مع هذا السؤال قال عين طبيعة المجموعة ا فتح إذن نكتب هنا تعين تعين طبيعة المجموعة ماذا المجموعة ا فتح نأتي الآن كذلك بين خواص العمدة سبحنا ارغ زاد ناقص زاد ا تساوي هذا قلنا له الحق أن ينزل سبحنا ناقص ارغ زاد ناقص زاد ا لا ننسى أنه دائما قلت زائد اثنان كبدي ننقل هذا إلى هنا سبحنا ارغ زاد ناقص زاد ا هكذا عفوا نكتبه بخط اوضح ناقص زاد ا زائد ارغ زاد ناقص زاد ا يساوي قلنا ماذا اثنان كابي دائما اثنان كابي اضيف واحد لا تخطط عليكم الأمور مع قلنا كا ينتمي إلى زاد ومنه تصبح كابي لماذا لأن هذا الاثنان سوف ينتقل إلى هنا وهذا ماذا يعني يعني أن الزاوية الموجهة بين شعاع الوحدة ا و ا ا هكذا تساوي كابي معك عدد صحيح يا ترى ما هي مجموعة النقط في هذه الحالة تعالوا نذهب إلى المعلم وانظروا بأمي أعينيكم يا ترى ماذا تصبح لنا هذه مجموعة النقط انظروا الآن بأمي أعينيكم نأتي الآن أولا نقوم برسم شعاع الوحدة ها هو شعاع الوحدة اللي هو ا ها هو امامكم لاحظوا إذا سمينا قلت ا عندنا النقطة ا ها هو مكانها عندنا كذلك وجدنا النقطة س ها هي النقطة س قلنا عليها أنها تنتمي الآن شعاع الوحدة يكون يوازي مرتبط خطيا أكيد مع ماذا هذا ا مع ا مرتبط لماذا لأن نجد لنا كابي او اثنان كابي معناه مرتبط معناه شعاع ا مرتبط خطيا مع شعاع ا ا اذا كيف ذلك معناه لو جئنا الى هذه مجموعة التنقية انظروا يا ابنائي أليس هذه نعم انها هذه باستثناء دائما النقطة ماذا النقطة ا تفاديا الى ار سفر معناه تصبح لنا هكذا نقول مجموعة حيث لاحظوا لو نأتي الى اي نقطة في هذه الاماكن اذا وضعت النقطة ام هنا اليس هذا الشعاع وهذا الشعاع مرتبطان خطيا نعم لو جاءتنا النقطة ام هنا اليس هذا الشعاع وهذا الشعاع مرتبطان خطيا نعم انهما مرتبطان خطيا فنقول ومنه مجموعة مجموعة النقط النقط ام من المستوي من المستوي هي المستقيم اذا سميناه مثلا هنا سي ا باستثناء ماذا باستثناء او نقول المستقيم ماذا المستقيم بصغة اخرى كذلك المستقيم الذي يشمل باستثناء دائما ويوازي اشعاع ا كذلك هذا جواب اخر اذا لم نكن نعرف الس لاحظتم اذا مجموعة النقط هي المستقيم الذي يشمل ماذا يشمل لنا باستثناء ويوازي معادلته يمكن ان نرها معادلته ما هي معادلته انظروا على ماذا يشمل يشمل عن الترتيب كم واحد معادلته اكس عفوا ايجراج في هذه الحالة ايجراج يسوي لنا كم يسوي لنا واحد اما في الحالة الاولى فيكون عندنا المستقيم يشمل النقطة كذلك با ها هي النقطة با يمكن كذلك هنا نقول المستقيم اذا كنا نعرف النقطة التي يشمل نقول المستقيم با 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 استثناء ماذا با استثناء ا او نقول كذلك كتابة اخرى ا با ناقص النقطة ا هذه كذلك كتابة رياضية صحيحة الان هذا مستقيم عمودي معادلة اكس يسير واحد اما هذا فانه مستقيم كيف هو افقي با استثناء النقطة فقط ابنائي وفي الاخير ابنائي وبنات الاعزاء اتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما ارجوكم ان لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية ترحم على رحمة طاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك انها صفحة الاستاذ نوردين ليسلكم جديدا باستمرار وفقكم الله لما يحب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته